النهاردة فتوح والزناري ومحمد صبحي نزلوا تدريبات الزمالك السؤال هنا رأيك ايه؟ يلعبوا ويكملوا وعفو الله عما سلف؟ ولا لأ إدارة الزمالك لابد أن تثبت عند قرارها وتبيع التلاتة حتى هذه اللحظة واخد قراره أنه هيبيع التلاتة بس هو ما نزلوا التدريبات فرضاً لعبوا بقى والدنيا مشيت خلاص؟ ولا يتبيعوا؟ بص مجلس ناري الزمالك لما اتخذ القرار في البداية ووقف التلات لعبين وطم عرضه من البيع مع قدوم كابتاً معتمد جمال كمان القيادة الفنية لنادي الزمالك الدنيا عملت ايه؟ الدنيا مشيت بشكل مميز جداً نادي الزمالك ماشي بخطة ثابتة سواء في الدوري سواء في بطولة أفريقيا الكنفدرالية بيحقل علامة كاملة الأداء تدريجياً بيتحسن في نادي الزمالك في ظل النقص الكبير في الاسكواد لنادي الزمالك الدعم الجماهيري الكبير بسبب القرار ده خلي بالك يعني القرار ده كان مدعوم بشكل قوي جداً من جمهور نادي الزمالك مع العلم القيمة الفنية الكبيرة جداً من وجهة نظري مش عارف كريم يتفي وحلاك يتفي معي الواحد زي فتوح فتوح القيمة الفنية القيمة الفنية بتاعت فتوح قيمة كبيرة جداً لعيب كبير لعيب دولي لعيب أي فريق يتمنى اللي يكون عنده لعيب زي فتوح مفيد لمنتخب مصر المنتخب مصر في احتياج لفتوح الفترة اللي جاية فناني الزمالك خد قرار تربوي اعتقد جنس مارو الفترة اللي فاتت بشكل قوي جداً من خلال ان انت أرسيت مبدأ العدل واللي انت كان فيه سواف وعقاب الناس الزمالك كانت بيعاني في فضلات كتيرة جداً اللي كان فيه سواف منك انه ما كانش فيه عقاب فانت شايف ان الزمالك وعضرة نادي الزمالك لابد ان تثبط عندك قصة هو فتوح هيعتذر يعني فتوح انا متوقع الفترة الجاية او الايام اللي جاية ممكن يطلع بقرار يعتذر لجمهور نادي الزمالك والمجلس دورة نادي الزمالك والامور تتلمي بشكل او باخر مع فتوح لان فتوح من العناصر المميزة جداً وممكن بعد كده نادي الزمالك يجدد لفتوح ويطلع فتوح يستفيد منه نادي الزمالك يسافر يحترف برا او يستفيد بالمبلغ فاعتقد الامور هتفضل كده لكن انا مدام فيه قرار اتاخد وفيه مبدأ مشيت عليه كناني الزمالك مش هزم يبقى فيه رجع بالضبط استمر رعلي ان الدنيا مشة كويس